موسيقى هاي هاي ازايكم عمليم ايه رب كونو بالف خير فيديو النهاردة هنتكلم عن مشترياتي من شيئن يلا بقى نشوف انا طلبت ايه من شيئن اول حاجة ببقى اني بصور دلوقتي وبستخدمها فالاضاءة دي انا قد تجيبها من شيئن بصراحة طحفة 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 قد تجيبها من فترة ولكن ببقى اني يعني بتتكلم عن شيئن فحكلم عن اضاءة دي دي اول حاجة تاني حاجة بقى ان انا جبت الكوشنز العسل دي كيوت اوي 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 وحجمها كبير بحس ان هي لو تحاطت على اي كرسي على اي كنبة على سرير فعلا هتنطق المكان كده وتخليه عسل لانها كيوت اوي تاني حاجة جبت بجازة برطان صغيرة عليها شكل فكايات القوة بعشق كرتون ده اولا ثانيا بحس ان دي من الحاجات اللي بتكون مهمة اوي الفترة دي ان احنا مثلا نحط فيها جزء من برفام بتاعنا ويكون معانا بره في اي وقت لو حبينا ان احنا نرش بحجمه صغير ونعرف ان احنا نحطه في الشنطة بكل سهولة بس بشكل كيوت اوي 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 كمان اكتشفت دلوقتي ان هو بيجي معايا الدور الصغنطوت العسل ده عشان تحطه هنا وتصب البرفان وبعد كده تشيله وتحط بقى بقى هنا كده بعد كده الميك اوب ده ده اي شادو بس انا جايباها عشان احطه عند مدمع العين كده شو كده درجات فيها فازيعة 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 بجد اللي بيحب يحط مثلا اي شادو تشامر كده بسيط كده اه على الجفن انا جايباها عشان احطها عند مدمع العين كده عشان انا بحب يكون فيه اه زي لمعة كده عند مدمع العين بعد كده جبت فرع ده هو فرع مميز في حاجة ان هو فيه لد من جوه بحيس ان انتي لما تحطيه اه يكون بينور كده هفتحه هو بحجاير كده بتحط العجارة هنا كده ويه ده شكل اللد ده هه بتفتح من هنا يمين وشمال كمان جبت الساعة دي شكلها طحفة 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 وضيعة بجدر كلاه حلوة قوي 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 بعد كده جبت التوك دي بحيسها اكتر توك عملية عشان مش بتقطع الشعر وعشان مش بتعمل التانية بتاعة التوك العادية هي التوك عبارة عن زي ساتين كده او حرير حاولت ان انا جيب الوان الى حد ما مش بيزيك بس بتليق على الوان كتير اللون اللي اخدر ده الطحفة وكمان كان فيه الشكل اللي هو الطايجر ده والجري والبيج والكافي بجد الكلكشن ده الوان جميلة قوي كمان بحس ان الكاندلز اللي هي اه بتكون بلاستيك يعني مش اللي هي الحقيقية بحسها من حاجاتها العملية قوي بتدي شكل فعلا جميل قوي اه الاضاءة بتاعتها اللي هي الورم البسيطة دي كمان حسيت ان دي وهي مفتوحة بتدي شكله هو الكاندلز الحقيقية طبعا للأسف هي هتكون عايزة اوه مش عايزة حجارة شكلها جميل قوي مش عارفة بينها ولا قا كل الكاميرات مو من هي شكلها جميل قوي بعد كده جبت الحية دي دي حسة ان هي من الحاجات اللي هتنقل فعلا غرفة النوم عندي ليه ليفل تاني خالص هتحس ان هي عاملة شبه الغرف بتاعت الفنادق دي عبارة عن زي ملاية كده بتتحطع السرير كله وفيه منها بتتحطع على جناب السرير فقط بتبقى عاملة زي سكيرت كده نزلة من على الجنب بتبقى تطحفة هي كبيرة فيه منها اللي بتحطع على الجناب فقط وفيه منها اللي بتملأ السرير كله هي كبيرة بتكون عاملة هاي زي السكيرت كده بتبقى نزلة من على جناب السرير بحيث ان هي تبقى تحفة جدا جدا على السرير ومن الحاجات اللي هتدي الفندقية والحاجات اللي زي دي بعد كده من افضل الحاجات اللي بقيت بحب ان انا هلبسها الفترة دي والفترة اللي فاتت اللي هي البنطلونات اللي اسمها اللي هي شبه البنطلونات الكوريين مفروض ان هو اللون اللون المشمشي مش عارفة بابين اللونه الحقيقي في الكاميرا ولا لأ بس يا جماعة الخامة بتاعته بجد ولا اروع وكمان التفاصيل بتاعته تحفة جدا 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 والتأفيل صازع يعني موصد تأفيل تأفيل جد ولا زارة وهو من البراند اللي اسمها دازي وانا جايبها المقاس الكبير عندهم عشان هم الاجسام بتاعتهم اللي بيكون الاسيوية دي بيكون صغيرة فبالنسبة لنا احنا بنكبر المقاس شوية فمسلا بدلا لما باطلب ميديم انا مفروض ان انا مقاسي ميديم بس انا بحب بكبر شوية عشان بحب الحاجات تكون واسعة فعشان كده طلبت اكسلارش اي حد عارف ميه عارف قد ايه انا بعشق المديليات وبعشق الدباديب فبالنسبة لي المديليات دي كده وهم اولا انا بستخدمهم في كذا حاجة بس اكتر حاجة بجيبهم عشانها هي المديليات بتتحطى عالتوت باك بحس ان الستايل الكوري ده كيوت اوي 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 ده شكلهم اولا هم حاجمهم كبير والمديليات بتاع عايتهم شكلها حلو جدا لونها جولد كده وهم ده شكلهم كيوت اوي 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 بعد كده جبت المديليا جيش باين عليها انه هي فظيعة واو واو بيها تشوفوا الحلاوة شوفوا الجمال شوفوا الكيات دي كلها طحفة 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 لو تحطت على شمتك كده بقى واحنا نفسينا هتكون مدلدنا كده او 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 بعد كده من حاجات شوفتها كيوت اوي على الويبسايت ده اللي اطلق دي ايه شكلها فعلا تحسين ان هي حقيقة هو بيجي اتنين مع بعض بص بجد شكلهم حقيقي ازاي ايه انا نجرب واحدة كده بجد شكلهم طفة جدا طلبة من الفرع بتاع الزرع اللي فيه نور واحي كمان بس تخدم الحاجات دي في كزا حاجة ممكن مسلا نحطها على رف مسلا ممكن نحطها على الستاند بتاع اللبس فعلا بتخلي الحاجة شكلها جميل جدا ممكن مسلا تتحط على مكرامية ممكن تتحط مسلا اه على ترابيزة او حاجة فعلا بيكون شكلها كيوت اوي تماما الحاجات اللي حبيت اطلوبها اوي الستاند ده بتاع الساب بعشق الاشكال الغشب هو بيكون كده وبيتفتح ويتحط التاب هنا بجد شكله كيوت كيوت وهو بيتفتح على شكل ثلاث ده بيتحط كده والتاب بيتحط هنا بيتا وليك التاب هو محطوط عليه بجد شكله طحفه جدا جدا كمان ده شكله من وراء العصاية دي بترجع وراء زي ما انت عايز وبيكون هنا كده في مصمار انت بتشوف الزاوية اللي انت عايز ان انت تشوف التاب منها وبتقفل المصمار من هنا بس كده برضو جبت الاسكرانشوت دي انا اتبوهم بس الكلكشن ده الوانه بيزيك اكتر مثلا فيه اللون الاسود طبعا من كل لون فيه اتنين فيه اللون اللي هو البيج الغامق فيه البيج الفاتح فيه الجري الغامق وفيه البوني وفيه الجري الفاتح بجد بعشق الالوان البيزيك دي تمام جبت الحزام ده حسيته من الحاجات اللي بتضيف لكة حلوة قوي خصوصا ان شكل الاتوكة بتاعته مميزة وما شفت الريفيوهات بتاعته وهو ملبوس بجد شكله التحفة والاتوكة بتاعته شكلها عجبتني اوي 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 زام نفسه العرض بتاعه مش كبير ولكن هو عرضه متوسط يعني يا في بالغرض يعني لهو صغير اوي او عرضه يعني صغير اوي ولهو عريض اوي حجمه متوسط ولطيف انا مش عاربة انا حبي اللي كوريا هيقف امتى ولكن من الحاجات اللي انا بحبها اوي طريقة الاكلب بتاعتهم اللي هي بالشوبستيك فقررت ان انا جيب اكتريك اوي ده الوانها رائعة 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 للغاية ام في اللون الاصفر البنك والشوبستيك فقررت تفصيل طفة 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 جنيلة اوي في الاصفر وفي البنك وفي نيد البيبي بلو او جري مش عارفة او هو بيبي بلو ولا جري اللون الاخضر او التركوز مش عارفة بابده الموف الفاتح اوي 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 بجد لوم كيوت اوي الحاجات بقى العملية جدا على شيء اين هي الهوكس دي بلتش من كده بيكون في الهوك ده هو من هنا بيتلزق بيتشال من هنا وبتلزقه على الحيطة وبتعلق بقى عليه الحاجة وهو فعلا قوي عشان انا مجربها قبل كده اه مش لازم اي حاجة انت اكون عايز مسلا تعلقها على الحيطة ان انت هتخرم في الحيطة لأ انت بس ممكن تجيب دي وتحطها لو حاجة تقيلة مسلا شوية ممكن تحط اتنين جم بعض وتعلقهم عليها كمان جبت التلات مديليات دول اه هم مش بيجوا مع بعض كل واحدة فيهم تيجي لوحدها يعني كل واحد يختار الحاجة اللي يحبها يعني والشكل اللي يحبه بس انا عجبوني التلاتة اوي فاقررت اجيب التلاتة اول شكل شكل الكتكوت اللزوز ده كيوت اوي صوت كده وكيوت ثاني شكل جدا بدوب ده شكله كيوت اوي 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 وقدوده شكلها عصولة شكل الارنوب ده شكله كيوت اوي 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 بعد كده جبت الشكل ده من الاكر اللي بتتحط مسلا على جزامة تحط مسلا على تيفي يونت لو انت في وقت من الاوقات يعني زهقت مسلا من شكل الاكر معينة مسلا من دولاب من اي حاجة حبيت ان انت تغير شكله لاني بحس ان الاكر اساسا منجرد ما تتغير كله بيتغير فانا حبيت الشكل اللي هو بيكون في الخوس او الخشب مع بعض او هو ميكس مع بعض الخشب والخوس بجد شكله ضعفة جدا 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 من هنا خشب كده بيجي معهم المسامير بتاعتهم كل جدا بعد كده طلبت القلم الكحل الابيض ده اه حبيت الرفيهات بتاعته اوي انا جايبه اساسا عشان احطه عند مدمع العين كده بحس ان الحتة دي اما بيكون فيها زي ضعي كده او لمعة بتفرق او شكل الميكس بقى الشيء ده اللي انا مش فاكرة ايه هو ولكن هنفتحه مع بعض ونفسه شف ايوان تمام ده حاجة بيتحط فيها النودلز او بيتحط فيها اي اكل ولو انت عايز يعني ان انت تسيب الاكل يكون سخن لبعض الوقت ام في ده ان انت تشيله من هنا وبعد كده اول نفتحه من جوه ازاي من جوه كده عشان يحفظ الحرارة بيكون معايا بيكون معايا العسيون بتاعة الاكل بيكون معايا المعلقة وبيكون معايا الشوكا وبيكون معاهم الكوغر ده عشان يتحط فيه الحاجات دي دي كده بييجي معايا الستيكرز دي بيكون فيها اللي هو الارنوب وكلمة اسمايل وكلمة افري دي دي بتشال عادي كده هنا وتقوم جاية محطوطة على الشكل ده من هنا بحس ان هو يكون كيوت اكتر يعني بحسها من الحاجات اللي هي لحد ما تكون عملية شوية لو انت مسلا بتحب ان انت ايه تاكل في مكان برا او مسلا في شغل او مسلا حبيت تعمل بيكنيك كده على صغير وتاخد حاجة تقولها معاك برا وفي نفس الوقت تبقى لسه سخنة فحبيت الحاجة دي بس كده لحد هنا خلص فيديو النهاردة اتمنى يكون عجبك واستفدتوا منه تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب ولا حد اشوفكم الفيديو الجاي كنوا بخير والى اللقاء